موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين في كل مكان أسعد الله سائر وقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى هذه التعطية الخاصة عبر خناة الشروق التي ننتقل من خلالها إلى منطقة أبرج الشيخ طه الواقع بمحلية شرق النيل في ولاية الخرطوم حيث سيخاطب نائب رئيس المجلس العسكري لانتقال الفريق أول محمد حمدان دقلو لقاء جماهيريا اليوم وفي هذه اللحظات وصلتنا الصور من هناك وتأتي الزيارة ضمن سلسلة لقاءات وزيارات من أجل حجد الدعم الشعبي لجهود المجلس العسكري الرامية لتحقيق التوافق السياسي بالبلاد وعدم جراف البلاد إلى أي مزاله منطقة أبرج الشيخ طه هذه المنطقة تقع شرق الخرطوم بمئة وسبعين كيلو تقريبا وهي تدبع لمحلية شرق النيل هناك حجد كبير جدا تقطونها قوميات مختلفة أبرزها قبيلة البطاحين ببطونها وكذلك أفخادها المختلفة إذن الآن ننتقل إلى هناك وقد وصلت هذه الصور التي سنتابعها بعد قليل مباشرة بعد أن وصل سيد نائب رئيس المجلس العسكري لانتقال سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو فإلى هناك وات الدعم السريع مرحبا به أهلا وحللت سهلا في دار أبوك الشيخ طه ابن الشيخ البكري ابن الشيخ طه اللبيض البطحاني أرض الغرآن وأرض العرفان مرحبا بك في شرق النيل بغبائل شرق النيل كافة وجميع مكوناتها الاجتماعية وجميع مكوناتها الاجتماعية مرحبتين بك وبجميع طرقها الصوفية ورجالاتها الأهلية بالنظارات وعمد ومكوك وجميع مسمياتها مسميات الإدارة الأهلية السيد النائب أولا نحن خلفك وخلف المجلس العسكري الانتغالي لكي الذي أخرج هذا البلد من الورطة الذي حلت به لو لا المجلس الانتغالي لكان السودان في خبركان ومن هذا المكان أخاطب جميع الأحزاب السياسية بجميع ألوانها بأن يتحدوا وأن يغفوا وراء المجلس العسكري لانتغال السلطة بالانتخابات وأن يتركوا الخلافات وأن يتركوا التشرزم وأن يتركوا كل ما يضر بالسودان حتى ينعم السودان بالرخاء والاستقرار والنماء والتغدّم والازدهار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب يا جماعة تحية للطرق الصوفية وتحية لمولانا الخليفة جدين الخليفة عبدالله الشيخ محمد علي خليفة الشيخ أبرق الشيخ طاها المشاركة الشعرية جماعة بنحيي فيها كل الشعراء أنه نحن عندنا مشاركات عندنا الشاعر عوض الله عبدالله وعندنا الشاعر حمد ودعنج وعندنا مشاركات شعرية واخرى فبنحييهم ولضيق الزمن أيزوال عنده مشاركة واحدة جماعة ومرحب بيه شعب واحد جيش واحد شعب واحد جيش واحد مرحب حبابكن ومرحب البطامن الراج فمنا الخوف الفوت والنفاهي العزكم معروف أهل الدار براكن ما نزلت الضيوب شرق النيل وزعاماها اللي بيتمه كيف بزوار ترحب ودى البلد والضيف في حولها للصلاحة الجودة مو تكليف نادر جدهن فلخل بحد ما قيف مرحب حبابكم مية مرحب بالتنوب القدر المسمية مرحب بالحدودة تأمنت محمية صناديد الصدام الحلحة للملوية مرحب بالضيوب خشن بيوت وقبائل مرحب حباب هاليل بعد المايل حباب السوحة في السوفات برقز الجايل حباب كلهن قاضين وباعن طايل يا حمدتي اللي هازانا طبيب مش هاكين لك بنحكيها بترتيب يا حمدتي اللي هازانا طبيب مش هاكين لك بنحكيها بترتيب سلي الفرسان والناس ان في حول النيب وفيه كالظم أكد والرأي جايل ما بخيب بندور تنمية ريفنا اللي بضرغ باره وبندور تضوي تكتمل كهربته وتشيع عنواره بندور التلون بنهلو للغالي تاسل أخباره بندور النزح يرجع يعود لداره بنمنذور مستشفى ريفي اضعف العيان وعقبات الطريق كم هلا كم مرضان البطارية يقول بدعالي الحيوان بابا مسكرا ومكفول واقفة زمان عمدتي اللسد قبل قايا ممر ويا المهل البتمهل وللخلائق طر الخير بصحبك باريك وين ما اثمر الخير بصحبك باريك وين ما اثمر المجلس العسكري با يعناه بنعاهد الديان المجلس العسكري با يعناه بنعاهد الديان بيتاكي الجزم لا شك ولا غولان شيب وشباب عجوزنا والنسوان نهيز فوقه ونبشر بالمواد اثنان الدريب حقوقه كان الحقوق تتكافى الشيخ اللمين بينه وبينه ما في مسافة وكان جبتو الزلط يا حمدتي تبقى حاجة ريافة وكان جبتو الزلط يا حمدتي تبقى حاجة ريافة الله وبرك بسم الله حباب كل الحضور دون فرز والف حباب حباب ابن المكارم وخيرة الانساب حباب مجلس الميري وحباب الكاب حباب اللي بدخلوا بدك الربض عساب حباب الميري من برهان والأصغر جندي وبرضو حباب شبابنا طبيب وطب وافندي حباب دعمه السريح فوقهم بهيج بهيزين دون حباب الببسط السمحة مجبينا من بيندي جيجنا وأمننا وبوليسنا دعمه سريح سند السورة للسودان جزمه أبضيع بدور الفتنة موغة نواته في المزيح فحلال بالبطل دف هدرة خليع الدعمه السريح يا أخواننا موجه هوية نيل أزرق شريق غربه وشمالنا روية نحن عروبة نحن أفارغة نحن سوية فراس جملة ما بيخنبا يا ظنية زمان ما كنا تفرق على البعيد والداني هس بقينا قتل وعرض عرض التاني نحن الحي جيشنا ودعمنا البنساني والبنسة الفضل الوحر والوسوداني أبشر عزة أبشر عزة ما همّاكي ولدك فيه عزاكي بهسطار البقود حرتيه فارسوا ليه وهيبه مزمّا بيحمدتين ماله ودمه ليكي ما بخال بيشي وهيدناك تأييد ما في ليه نظير وطنك تامو حاتك علناك سوضمير طماننا العسكر أصلا غير ما ما في مصير حساس ثورتنا يحرص من بغاص الطير بايعناك هادي البيعة جيبه يمينك ومن تب بيتك آسع ما في من بدهينك مادم للوطن قبليت كل سنينك وين ما تتلفت تقانا نحن يمينك همّاك كل وطنك أبشر بالخير همّاك كل وطنك قضيت ما بتبيعه وزاهد السلطة نفسك فيها ميطة ميعة فخر المسلمين فخر المسلمين فخر المسلمين يا نترة تقلبيعة لا أرض الحجاز حاميها من الشيعة اتباشرنا بيكم عدل تنمية طفرة وصمام الأمام ليه حدودنا حتى الكفرة أشاوسوا كلكم بتخفزوا حتى النفرة تحت النفرة شبخي للصحابة الغرب بجيكم طفرة يا سوارنا يا سوارنا وطنك وطن سلط غزاء الدنيا ماهو فقير ولا بيحتاج كفاءة ولا بدور لخبير بدور يداً أمينة وللخيانة الدير بدور فاساً يحوز خيراته بالقصطير وفيك خيراً موفر لانعبر لانقاس وفيك جنود تدوسي لكن ولا بتنداس كانت داشك غنط شايلة الرصاص طلاق يا عزة ما بتلقينا غير في الرأس عشان اقعزة سابتي قلوب لخاتيه وسابس أرازي للفساد فيه التاني ما بدعابس قانون منهجي كان جد واس بنداوس وفيين حين نوالي وحين عادي أشاوس وفيين ينحن نوالي وحين عادي أشاوس حبابكن في بطن بيتكن ضيوف وسياد هيكون قضية الواجب براستعداد السامعين غنائي والبسمعوب وجداد قاصد كافة الناس ما قصد تفراد أحييكم جميع من كل فج فيافي والغيام علي روس الأكابر كافي أبو حجول اللغر واللدرج العنافي يقدل سيد بيشرها وجود الحافي الواجب بلما الناس قدر ما يضوحه أولي صالح الوطن الزول بقدم روحه العضو في الجسم تعني البقية جروحه والبيستعدل الدرب أصلهم ما بروحه تحت مظلة الوطن البغط شتاتنا تكبر غيمة الوحدة وتزيد بيناتنا يقين نيكير رفيع سكفه وخيالي سباتنا نكبر بيتغاليدنا وسماع عاداتنا الكل استجيب بيدوره ليه وطنيته لا من بالتراضي حق قل فيه نيته وأما نقول كل زول ينفرد بقضيته معناته الشديد لا بيد راجوا حويته إدراك البعض لبعضهم مطلوب وكل عهدا بعقبل قبل عنده سلوب المعنى بيقيتم ما وصل مقلوب المخلوف فقندفه والحوية تلوب ما بيخشن نقيب ضرع الهويذة العاتي وبريسو اللي قاله حمار بتلي بتاتي عهدا يقافي صره وخيط وعهدا ياتي معروف الرحيل عزة غريش في الشاتي الغايد الكتوفه مرصعات بيتاتي منه ضوحن الحوى المبرى معاك في صدف المحاصات البضرع جاك ساهل عنده في ارتك الصعاب وسياك حفي الدقل التقيل وزنه وريس حمدان أجوادا مهزب وصاقعة في الميدان الدكال بغط سروج بنات سعدان بشيل فيه القلائل واكبر العيدان دالسيني يا سيادتك للمحن سندالة معروف عنهم في كل طام مبسالة جبهات انكتارك كانت ابتتوالة صنعولها الأمان واستكملوا بعدالة جهوزيتنا معل للسلاح والقاش تعني دراكنا للواقع اقول ورماش ما بتخشلسود من شقة اللحراش والبيتدرع الشوق بلزم المنقاش اتو البيكنا نجم البلد وتراشة رسة البندقية وقبضة الكماشة رغم الصورة اتضحت كثير في الشاشة لسه المبنى محتاج لبياضهم قاشة حدث الجبهة بيهن وشهدة استغرار ارتاح الكروزر وقولة اطلاق نار الدكال بيقوم من المحاصق بار بندفعوله بها هيبه وسباته وغار الدعم السريقير كونه جيشه زعامه أثبت للجميع وطنيه عزمه شهامه بخمشة طلوب وغوارب الكقامة نباهم مد في أوروبا وخليفة وباما نحن بلمنا الوطن الكبير ويجمعنا ويبطل كل موضوعا خلاف مانعنا صاحب الخبرة نسمع رايو اللي اسمعنا ارمينا التشتت والوفاق ارفعنا الجيش هجبة الدولة وحماية طركانا سيف عزم ممس المجدها وآيمانا الشبك المضجج بالرتب ميدانا فيها شيوخ أهل عزة ومهير أخوانا السلام عليكم طيب شكرا جزيلا للشاعر عبد الله والديدريس وبنرجو يا جماعة من كل الناس إنه بسيرجعوا لهورة شوية ما شاء الله الحضور كبير بس افسحوا لبقية إخوانكم يا جماعة البرنامج متواصل وفقراته متواصلة وبنشكر كل الحاضرين تحية لكل الشعر اللي شاركون الناس تفسح المجال شوية ومنقول على القنوات يا جماعة صورتكم الجميلة دي لابد إنه تظهر بهذه الشاكلة فشكرا لكم جميعا الشاعر عوض الله عبد الله نختم به المشاركات الشعرية ونتفرق لتقديم الكلمات مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونحن في هذا المنظر البهي وفي هذه البيعة الجميلة وفي هذا الصقع من الوطن الذي أعلن انحيازه للوطن ونقول لهم الحصة في الآخر وطن الحصة في الآخر وطن وعشان نطرد للكسل نزرع بواديه نشيل من خير ند الناس أمل ثروات نرعاها ونكيل نصدر الضان والإبل والحصة في الآخر وطن نعمل نساهر نجتهد ننجح نقدم للمسل وطموحنا أبدا ما لحد ويماننا راسخ كالجبل ونجيه كاملين في العدد وأي مشكلة لها حل ونبقى ركاست البلد والحصة في الآخر وطن شوف جمال نخل الشمال شوف جمال نخل الشمال والتاك لما يزور غيم وحال جبال النوب حال بتحكي عزة زول هميم شمر سواعد الجد وقال سودان دايما هو العظيم بقيمته بعزم الرجال والحصة في الآخر وطن بلدنا بالجد والعمل في الغمة ثابت مجعدة والبدور عسل النحل مفروض يكون بدر ابتدى شمر سواعد الجد عمل وانجز مبكر وارتدى توب المفاخر البنشدى والحصة في الآخر وطن وصل ما يهمك أصل ما يهمك إلى قائدنا ما يهمك صدقني قال وقيل ويلا في دربك بالله أمشي عديل طيب خواطر الناس للطيب أبقى دليل احتار عدوك يا زول وتبقى جمل الشيل وصل ما يهمك أبقى للمحتار بل سمجراح شافي ورعى حق الجار وللصديق وافي وجر زي النيل على الدوام صافي أد الشواط الضل خل الحزم ما فيه وصل ما يهمك الدنيا ما بتدور الزول يكون محزون والزهر ما بتعيش بر التراب تكون والفرحة بتفرهد في الناس بتزرع كون مليان هنو وأفراح والكاينة تبقى تكون وصل ما يهمك أبشر وصل ما يهمك أصبر وما تهتم خل الأمان رفيق أشتل غرامك روح من غمرتك بالفيق تلقى الطريق ساهل في السكة ما في معيق والدنيا تبسم لك وعدوك يبقى صديق وصل ما يهمك وصل ما يهمك والسلام عليك إذن مشاهدي العزاء لنزال معكم في هذا النقل الذي نقدم لكم من أبرق الشيخ طه في محلية شرق النيل الذي يشرفه السيد نايب رئيس المجلس العسكري الانتقى لسعادة الفريق والمحمد حمدان دقلو من حشود كبيرة جدا من هذه المنطقة منطقة شرق النيل من غيلي وكذلك من منطقة أبرق وأبودليك وغيرها من المناطق المختلفة فليتفضل إذن ناظر عموم البطاحين الشيخ منتصر طه سيقدم كلمة بعد قليل الشيخ المنتصر طه ناظر عموم البطاحين شيرك 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 الخير بسم الله فالحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خي الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلي وأخواني في شرق النيل جميعا عبركم أحيي تحية حارة للأخ العزيز الغايد الفريق أول محمد حمدان دقلو الله أكبر وعبركم أهلي أحيي جميع الوفد الذي حضر معه الفريق أول صلاح وأحيي عبركم أيضا الأخ غايد هذه المحلية الأخ محتمد محلية محلية شرق النيل وأيضا أهلي عبركم وأحيي جميع الأجهزة الأمنية في السودان أخي العزيز أخي العزيز عبرك وعبر أهلي أرسل تحياتي وتقديري لأخونا الفريق أول البرهان ولجميع المجلس وإخوانه وإخوانه وأحيي عبركم أهلي مكونات المجتمع المدني جميعها في هذه اللحظة إخوتي أرجو منكم أن تسمحوا لي أن نترحم جميعا على أرواح شهدانا في السودان جميعا ربنا يتقبل شهدانا جميعا في هذه البلد الطيبة المباركة أخي العزيز الغايد نواليك نحن أبناء شرق النيل وغفنا خلف المجلس بكل مكونات أهلنا في شرق النيل لأن شرق النيل أخي الغايد هي مجتمع واحد وموحد حتى ولو قسرت فيه الغبائل نحن جسم واحد الحمد لله في هذه المحلية الكبيرة وجميعا على كلمة واحدة ولا تفرغ بيننا هنا في هذه الأرض الطيبة إن شاء الله أخي الغايد أنا أريد عبرك أن أرسي الرسالة لأخواني في الحرية والتغيير أريد أن أقول لهم إن هذا البلد بلد يسع الجميع ونرجو ونرجو منهم زي ما بقول أهلنا العرب يقعدوا في الواطا ويقعدوا معانا جميعا المجلس العسكري ونحن وكل مكونات المجتمع المدني وجماعنا يمكن نسيت أن أحيي يمكن شريحتين كبيرتين في السودان هذه هي الإدارة الأهلية والطرق الصوفية نحن يمكن الليلة نتشرف يعني بتحفة كبيرة من أهلنا المشايخ وهلنا النظار والشراتي والمقاذيم ومن يقول لهم حبابكم مع أخوكم الغايد نزلتم أهلا وحللتم سهلا أريد تاني أخي الغايد أن أذكر أخواني في الحرية والتغيير وأخواني المهنيين بأنه يعني يوسعوا صدرهم غليلا لأنه أنت قلت عدة مرات أنه باب التفاوض الحمد لله مفتوح للجميع ونتمنى من الله أنه التفاوض يسعى الجميع ولا غضاضة نحن ولا أنتم ولا أيزوا في السودان معهم نحن نتمنى من الله العزيز الكريم أن يجمع شمل السودان جميعا ويوحد الكلمة وينطلق السودان إلى الأمام أخي الغايد لا أريد أن أطيل على أهلي ولكن ظلت محلية شرق النيل العريغة تعاني من بعض المطالب وأنا أعلم تماما أنه هذا اليوم ليس بيوم مطالب لكن نعبر عليها عبور خفيف هناك أخي الغايد غرى لم تصلها الضغط العالي وهذه الغرى قد عانت واشتكت من زمن بعيد فنرجو إنك تنظر لهذه المزألة ومحطة عدبابكر للمياه هي برضو بتمثل شريحة كبيرة ومحطة بتزقي أربعة وثلاثين كيلو في كل الاتجاهات الأربعة نتمنى أنه برضو المزألة إن شاء الله تتم ليهم وطريق الأسفل كل الكهرباء في شرق النيل أي غرية أي غرية ما ويصدط الكهرباء نتمنى أنه تصل الكهرباء في شرق النيل طلب عام نرجى ونرجو نحنا 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 سيد الغايد نرجو إن يكون هناك أسفل نكون هناك في أسفل برضو إن شاء الله يعني من إلم كل الغرة من الشيخ الأمين من الشيخ الأمين من الشيخ الأمين لأبو دليق وزلط البياضة وذكرنا كل كهربة كل كهربة كل الكهربة ذكرناها كل الكهربة ذكرناها كل كهربة والسلام عليكم ومن هنا كتر خيرك السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله يشهد عليه ونحضور من الإدارة الأهلية المثال الذي كان في اجتماع كبير كل العمد وكل الشراط وكل النظار وكل الصلاطين وفوضنا التفوير طبعا مثلا انتهت المثال عبرت كل الشعب السوداني مفوض والسلام عليكم طيب تحية لي يا سيد الناظر لأنه أصلا عرف بحنكته وحكمته الآن أيها الحضور الكرام نحيي كل المشايخ من جديد يتفضل ممثل الخليفة الطيب الشيخ دريس ودبدر لتقديم كلمته في هذا اليوم مع تحية الصحة والعافية لمونان الخليفة الطيبة الجد العباس فليتفضل إذن الآن نستمع إلى موثل الخليفة الشيخ الطيبة الشيخ الجد العباس خليفة الشيخ العبيد ودبدر يتحدث نابة عنه الشيخ دريس ودبدر ممثلا له وقد اعتذر عن حضور لمرضه إذن نحن الآن نتابع في هذا اللقاء الجماهيري من منطقة أبرق الشيخ طه الذي نقدمه لكم بيتيم كامل من قناة الشرق على الهوائي مباشرة من هنا كما نتابع الكلمات إذن الفرصة الآن للشيخ دريس ودبدر خليفة الشيخ ممثل الشيخ الطيبة الشيخ الجد العباس ودبدر خليفة الشيخ العبيد ودبدر خليفة ودبدر ممثل المشاهدين العزاء كما نتابع المشاهدين العزاء هذه الصور التي تردو إلينا من أقصى منطقة شرق النيل منطقة تبرق الشيخ طه كما نتابع الكاميرا حضور كبير في هذا اليوم جاء لحضور زيارة نائب رئيس المجلس العسكري لحجد الدعم وتأييد للمجلس العسكري وكذلك لحماية السودان وعدم انزلاقه إلى متهات وذلك نصرة للمجلس العسكري وتوحيدا للموقف السياسي في بلادنا نستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الآخر الكريم الغايد نحييكم كل تحية ونشارككم في كل شيء ونحن وايدين لكم فرق صوفية جميعا بالزاد على الشيخ الابن البدر ومرضهم نتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله كلمة مقتضبة جدا للشيخ دريس هو البدر ممثل خليفة الشيخ الطيب خليفة الساد البدر بمنطقة مضغمبان كما تابعنا إذن الطرع الصوفية هي واحدة من القطاعات التي نظمت هذا اللقاء نستمع من المتحدث القادم الكلمة القادمة أيها الحضور الكرام لممثل قبيلة الشكرية الناظر أحمد أبو سن فليتفضل الشكرية واحدة من الفعاليات التي تشارك الآن في هذا اللقاء الشيخ أحمد أبو سن ممثل قبيلة الشكرية إذن كما تابعنا هذه الفعالية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الإدارات الأهلية الطرق الصوفية هذا حجد كما نتابع حجد كبير جدا في هذه المنطقة التي تقع أقصى شرق القرطوم في أقاصي الجزء الشمالي الشرقي للبطانة البطانة الكبرى بكل تأكيد تشارك فيها مناطق مختلفة يعني هناك معلومات أن عدد من المواطنين جاءوا من حدود كسلة وجاءوا كذلك من جنوب البطانة في منطقة محلية الصباغ التي تتبع لولاية القضاري جاءوا كذلك من ولاية الجزيرة التي تشمل شرق الجزيرة مناطق تنبول ومناطق وضى الفضل وكذلك شمال البطانة من مناطق ودراوة وغيرها من المناطق المختلفة حضورا لهذا اللقاء واستجابة لدعوة الخليفة تجدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صادق العمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سعادة الأخ الفريق أول محمد حمدان دقلو سعادة الأخ الفريق صلاح سعادة أخ اللواء اعتمد محلية شرق النيل الأخوة الضباط الضباط الصف والجنود أباي في الطرق الصوفية أهلي في كل قبائل السودان المختلفة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وأرباكاته أرجو أن تسمحوا لي بأن يحيي السناتور جيمس مندوب الوليئات المتحدة في هذا اللقاء الجامعة الكريم النيل. الآن سي mostrar أن كل سودان الآن يرحب فيها الموكلة السفارة الأمريكية. شكراً لكم. أهل الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم أهل البطاحين وأهل الدليقاب وأهلي في كل هذه الرغعة الجغرافية المباركة وكل غبائل السودان المختلفة من أهل الفانية ومن أهل الحسانية ومن أهل من كل غبائل السودان في هذا اليوم الأغر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأبائي في الطرق الصوفية أقول أخي سعادة الفريق نحن في الإدارة الأهلية في هذه المنطقة العريضة الواسعة هذا الجمع الكريم من أهلك هم الذين يتحدثون بقلب واحد وبروح فيها كل المصداقية كما عودتنا أنت أيضاً وأنت من أبناء الريف العريق بأن تتحدث من دواخل غلبك بكل مصداقية وبكل حرية وبدون كذب أو نفاق نحن نقول لك أخي إننا ما زال الباب مفتوحاً لدى المفاوضات وما زال الباب مفتوحاً لدى المطالبات ولدى اللغاءات الجماهيرية لتخرج بصورة موسعة أوسع لأهل السودان بأن هذا السودان يسعى الجميع وندعو الإخوة بكل منظمات المجتمع المدني والحزاب السياسية أن يصلوا إلى كلمة سواء نحن لا نريد أن نفرق لا نريد أن ندخل في نسق آخر أقول لك أخي سعادة الفريق بقول الله تعالى والذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من حميم وما يولقاها إلا الذين صبروا وما يولقاها إلا زوحزاً عظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى الشيخ قبائل الشكرية الشيخ أحمد أبو سين العميد معاش أحمد أبو سين التي رحب فيها بالضيوف وشارك كذلك إلى المشاركات الواسعة من قبائل المنطقة بالإضافة للبطاحين والشكرية الحسانية والفادنية في هذه الدعوة التي يستضيفها الشيخ طاج الدين الشيخ الطيب الخليفة طه وكذلك هذه المنطقة بالمناسبة هي منطقة الشكرية ببطونهم المختلفة على رأسهم الصحباب وكذلك الكراب وغيرهم من البطون التي تشكل أصل هذه المنطقة منطقة أبرق الشيخ طه نستمع إلى الشخص المقبل إن شاء الله أد بعيدة في شرق النيل الممتدة ومن ولاة الخرطوم عشان كذا الناس الحان أدعوهم ديل أيزول حيكون عنده دقيقتين يا جماعة لأنه خلاص على وشك إنه نختم البرنامج ممثل المغاربة ممثل الحسانية ممثل الرفاعيين ممثل الحامدة ممثل البوادرة ممثل الجمعية ممثل اللحويين ممثل الفادنية يخلوكم يا جماعة قريبين لأنه خلاص حنختم هذا البرنامج وإي قبيلة من القبائل دي عندها مساحة أهن المغاربة المساحة معاكم الآن اتفضل جماعة كل النازل حيصطفلنا في المسرح لأنه حنتكلم تتاليا يا جماعة إذن الآن عدد من القبائل المختلفة التي تقطن ونظمت هذا اللقاء عبر الإدارات الأهلية المختلفة الآن ممثل المغاربة هو دعية إلى المنصة لتقديم كلمته ممثل أهلنا قبيلة المغاربة في منطقة شرق النيل القاطنة في ولاية الخرطوم يلقي كلمة إنابة عن المغاربة أبدى حديثي بتأييدنا للمجلس العسكري ونقف من خلفه من خلف المجلس العسكري الأخوة الكرام نحن حقيقة في الإدارة الأهلية لست معيدا لكلام أخواني السابقوني ولكن ما زلنا نؤيد ونصير على التأييد للمجلس العسكري للحفاظ على البلد الأخ سعادة الفريق لست بجديد أن يعترض بعض من الأخوان على البلد لأن المولى عز وجل خاطبنا في قرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون الأخوة الكرام حقيقة أخواننا ذي ربطونا بزمن محدد ونحن بإسم ومشاركة أخواننا في الإدارة الأهلية نصير ونقر بأننا مؤيدين للمجلس العسكري واجزاكم الله خير والسلام عليكم الممثل قبيلة المغرب ألخ كلمة مقتضبة حتى تتاح الفرص لبقية الإدارات الأهلية المختلفة التي نظمت هذه اللقاءات الحبيب المصطفى صلى الله عليه إنابة عن أهل أهل الكوهلة بولاية الخرطوم وآل الحسانية بشرق النيل حقيقة وإنابة عن كل الإدارة الأهلية الممثلة من نظار وعمد وشراتي وكلهم حقيقة نرحب ترحيبا حارا بالأخ النايب ونقول له باسم الإدارة الشعبية التي أرجعت إليها الحقوق كاملة الآن الإدارة الأهلية معك أخي نائب المجلس العسكري معك قلبا وقالبا والإدارة الأهلية بعد رجوع الحقوق أصبحت الإدارة الأهلية بالنسبة لنا في السودان أشبه بالقوات المسلحة وهي دائمة وهي دائمة ونقول له أخونا النائب جزاك الله في خير للتلبية ولمولانا الخليفة جدين الشيخ عبدالله أبكيعان أبرك جزاك الله أيضا عن الدعوة وجزاك الله عن محلية شرق النيل وغايد الهمام المحتمد ومديرها التنفيذي ووالي ولاية الخرطوم ونؤكد لك أخي النائب إننا إن شاء الله على البيع إن شاء الله ما دام أنتم حماة السودان من الشرزمة ومن العمل الذي لا يليغ الأمين عبدالله علي الرادو نيابة عن أهل الكوالة والحسانية بشرق النيل وإن شاء الله يحزمني حبل ويكتعنا سيف إن شاء الله حزمنا حبل ويكتعنا سيف ونقول لك أخي النائب من راعي الغنم ليه عند الفيسجاجي خلف المسكل خلف المجلس العسكري نوحد رأينا وكل المعضلات تنفك نوحد رأينا وكل إذن الأمين عبدالله الرادو ممثل قبيلة الكوهل وكذلك الحسانية في منطقة شرقا للألغة كلا لكلمة مقتضبة واضح جدا إنه هناك دور وتركيز كبير جدا للإدارة الأهلية في المرحلة المقبلة نستمع السيد الفريق أول صلاة عبدالخالق عضو المجلس العسكري السيد الرئيس جهاز الأمن والمخاورات السادة الحضور بمقاماتكم السامية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن من أهلكم الجمعات في الريف الشمالي لهم درمان نحييكم ونحيي أهلنا في قرية الشيخ اللمين طاها أبرد ونشكرهم على هذه الدعوة الكريمة هذه الدعوة الكريمة وهذا الحضور الطيب هذا الحضور الذي يمثل أهل السودان وأهل الطرغة السوفية وأهلنا في شرق النيل هذا الحضور الذي نحتز ونفخر به نحن في الريف الشمالي لهم درمان نفوض الإخوة في المجلس العسكري وفي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات الأمنية والقوات الشرطية بأنهم هم الممثلين لنا ولأهل السودان وأن نجتمع على كلمة سوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن حتى القيادات الإدارة الأهلية من أمدرمان وهي منطقة طبعا تبعد عن شرق النيل ولكنهم شاركوا كذلك وعبروا عن تأييدهم للمجلس العسكري وهذا إجماع في الإدارات الأهلية حتى يحدث التوافغ المطلوب في السودان نؤيد المجلس العسكري ويا سيد النايب عندنا مطلب واحد واتحسونا لست منطقة براءة معها حسانية ومغاربة وبطاحين فالطرق وصلت جميع أنحاء العالم وأنحاء السودان نريد الطريق إلى واتحسونا ونقول لكم نحن سند وعضد ومبايع من أهل الإدارة بواتحسونا إن شاء الله ونحن عهدنا معاك يا سيد النايب سرد جبل بعينها ما بتتفرق عهدنا معاك إن geschrieben حربه ما بتتشلق ونحن عهدنا معاك إن geschrieben حربه ما بتتشلق وعين سرد جبل بأصاقعة ما بتتفلق نحن يدنا ليك كم من المسك تتملق السفى ينتقي وجلالني بالي سلق السمع ينتقي وجلالني بالي سلق الله أكبر بركات الخليفة حسن عمر منطقة الشيخ حسن واتحسونا الله هو أكبر يا سيد النايب إذن بركات الخليفة حسن من منطقة الشيخ حسن واتحسون صاحب الغار هذه المنطقة كذلك التي تدبع لولاية الخرطوم الشيخ حسن واتحسون الغار بركات الخليفة حسن عمر موثل هذه المنطقة أعلن كذلك تأيده ودعمه للاستقرار والمجلس العسكري في البلاد الآن المساحة للشعراء الشاعر عبد المحمود الصديق إبراهيم والشاعر حسن ود الشلهمة أي شاعر يا جماعة عنده قصيدة واحدة لأنه الزمن يا جماعة داهمنا شكرا صود المدرعات صود الكمين الثاري قصر السودان هيبة بعد مكان عاري شعب مسالم لحظر الطواري حباب الرجال وحباب رجال المجلس الانتغالي الشكر الجزيل والفضل والعرفان للفريق أول رق عبد الفتاح برهان واقب بصدق لعزة السودان هناك الفتاحية والشعب مبتهج فرحان السوداني في الميدان بيعرفوا سباته دارين نحي لي زكرة جدودنا الفاته ها شد سواعده على تطباته والما بالدواسل بس قناع أخواته نحن شبابنا ها لحر صلوطن بيهتموا أن نحن عدونا بيكتلوا بنجرب دموا الماء بالدواس خلوه داها يدخلوا ويرجع ورصوا محلوا وروحنا سموا قوات الدعم السريع أمنت المواطنين أخوان حماتي البن نصر دوام حازين في يوم الدواس كالجبال راسخيل فالرحيل لسا رقوشاشين دمعتهم زين راكزين كالجبال راكزين كالجبال رجال الدعم السريع ساقين العدو مر وسيم النقيع قولي لا دا هو نبشر بالزن والنجيع رجال حارة الدعم السريع بوجودك يا الغايد البلد في أمان ووات الدعم السريع لأمن المواطنين دوام سهران رجالة منتشرة بكل ربع السوداء اللي حزم الفوضى ولخين الجبان حماتي بايعناك ويدناك مية المية ودائر السلام بصله يا أدو الرضية في الميدان تشهد الكرة للضرية وانت ثلاث مرات تستاهد لتنوبة للدولية لأنه رغب المصائب والحصار عن مر ومن الكين للعاداني نحنا مر منك يا أحماتي لو ننتر تقوم للبقر قروق للقلب القروق الحود عيش بالبر تقوم لقلب القروق الحود عبد المحمود صديق إبراهيم البطحاني عبد المحمود الصديق البطحاني ود شنهمه الشعر المشهور قد أنقى قصيدة حماسية ونحن نتابع بسيناتور الأمريكي جيم موران نتيح له الفرصة بعد أن شاهد بأم عينيه وليس بأم عينه فقط ندعوه الآن ليتحدث ونعلم أنه يجيد العربية وغيرها فليتفضل إذن الآن تم تقديم ممثل السفارة الأمريكية جيم مورين لإلقاء كلمة جيم مورين ممثلة السفارة الأمريكية بالخرطوم دعية كذلك للمشاركة من قبل الشيخ تاجدين الخليفة عبد الله الشيخ الأبيض إذن خليفة الشيخ الشيخ طه البطحاني في منطقة أبرك دعية كذلك لإلقاء كلمة في هذا الحشد جيم مورين جيم مورين ممثل السفارة الأمريكية دعية للحديث شكرا السلام عليكم أتيت من الولايات المتحدة الولايات المتحدة ليست احترافية لما كذلك أخطار ما يفعله هو أن تتعلم من هذه المساعدات سيكون ممثلة ليس لتعرف الواقع المتحدة من الأخطار السودان فيما يتعلق بتوجهنا تجاه السودان فيما يتعلق بمعرفة القيادة ولم نتفهم بمعرفة لأن تتعرف على الجزور السودانية المختلفة في المناطق المختلفة نحتاج للمساعدة حسنا 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 مستقبل مستقبل حاجز مستقبل حاجز I had the privilege, for example, of spending several hours with General Hameti. قد وجدت فرصة سمينة عدد من الساعات وجلستم الأخ نائب رئيس المجلس الاتقالي فريق أول محمد حميتي دقلو. ومش at creation. and I have had the privilege of meeting with several other leaders. wise people. I was impressed with them all, but most importantly, I was impressed by the fact that they understand that Sudan needs to be one nation. وقد وجدت فرصة قد التقيت بعدد مقدر من قيادات هذا الشعب العريق وإلتمست منهم لديهم صراحة رؤية واضحة بأنهم يستطيعوا أن يوحدوا أحل السودان وأن يقودوا هذا البلد إلى بر الأمان نحن في ولايات المتحدة الأمريكية قوتنا تقم في وحدتنا هذا البلد محتاج للعمل والأمان ويستحق هذا البلد لإبنائه تعليم ونجيد والصحة وكل الخدمات بشكل عام أنا أستطيع أن أتحدث لشعب العالم أستطيع أن أقول لهم في هذا البلد هناك فرصة واعدة كبيرة لحظة البلد إن شاء الله وليس من حق أي شخص أو أي دولة أن تتدخل في شعن سوداني ويغير ويحدد بمسير السودان ولكن هذا الحق محصور لشعب السودان لوحده ولهما أخرى لحظة البلد بمسارة جابة جابة لسودان ويقبوا إلى المسارقة يقبوا إلى المسارة نعم مجموعة مجتمع بإمكانه في حول السودان وفي أخرى المجتمع بإمكانه في حول السودان وفي حول السودان حتى تنحط هذا السودان وأن تتوفر في حال البلد العم و الأمان أنتم مستقبل هذا السودان وكل واحد منكم له قدرة فإنه يساهم في حاز البلد بقد استطاعته أنتم مستقبل أن يتعاونوا ويعملوا ما بعد حتى تجدوا الاستقرار والوفاية والوحد لحاظ البلد The military and the civil society working together for a common purpose كل القطاعات الأسكرية والمجتمع المدني يعملون على يد واحد من أكل حدف واحد and when people look back at this time in Sudan's history they will realize this was the birth the beginning of something great that all Sudanese will be proud of and all the people around the planet will recognize you will determine your future and it will be a great future and this moment is actually written in the history of Sudan and all the other people who want to recognize that this man has a power so that it will tell the journey to his own As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum As-salamu alaykum إذن جيم مارين تحدث بكلمة ضافية إلى وإلى هذا اللقاء الجماهير قال إن أهل السودان يستحقون مستقبلاً زاهراً وكبيراً يستحقون أن يتغير حياتهم على العسكريين والمدنيين عليهم التعاون في العمل المشترك لأجل التوافق في المستقبل القريب لأننا في رحاب محليته مرحبا سعد تلو في هذا اليوم والكلمة لك طيب يا جماعة برضو ما بننسي لنحيي كل رجالات الإدارة الأهلية لكن في تحية مستحقة للسلطان أحمد حسن علي دينار وتحية لأهلنا في سلطنة الفور لهم التحية جميعاً شرق النيل معتمد محلية شرق النيل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم استفتاحاً باسمه واستنتاجاً ببركته والحمد لله المبتدي بالنعم والمنفر بالغدم الذي أعد السواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل محصيته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد لأهله وصحبه وسلم الجميع السلام عليكم ورحمة الله إلى محلية الشرق النيل نرحب بالسيد عضو المجلس العسكري لانتغاله وحقيقة محلية الشرق النيل محلية ذات ابتداد عريق يتوطن فيها مواطنين ذات نسيج واحد وتنظم في منظومة واحدة وتعمل بكل جده مسابرة من أجل رفعة هذه المحلية والكلام كطويل معاكم فحنصلكم إن شاء الله في دياركم الآن نقدم السيد عضو المجلس العسكري الانتغالي أخونا على الفريق الرق محمد حمدان في الفضل لسعادته الآن معتمد محلية شرق النيل قدم مباشرة سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو نايم رئيس المجلس العسكري ضيف شرف هذا اللقاء الجماهيري في منطقة أبرق الشيخ طاها بمحلية شرق النيل وسط هذا الحجد الكبير الذي نتبعه الآن ترجمة نانسي قنقر